لنقابة الصحافة المغربية ويتزامن هذا المؤتمر مع الدكرة الستين لتأسيس نقابة الصحافة المغربية التي تأسست في يناير 1963 من طرف جيل الرواد الذين كرمنا أحد أبرزهم في هذه الجلسة افتتاحية هذا المؤتمر يحضره ويشارك فيه فعليا 420 صحفي وصحفية ينتمون إلى مختلف جهات المملكة من الداخلة إلى طنجة وتطوان ومن وجدة إلى بن ملال إلى فاس إلى مكناس إلى مراكش إلى أقادير إلى حسيمة إلى أسفي إلى القنيطرة إلى الرباط إلى الدار البيضاء وأيضاً هذا 420 صحفي ينتمون إلى مختلف قطاعات الإعلامية المهنية عن الشركة الوطنية الإداءة والتلفزيون عن القناة الثانية عن وكالة المغرب العربي الأنباء عن الصحافة المكتوبة عن الصحفة الإلكترونية عن الفريلانس عن الصحفيين الشرفيين الصحفيين العاملين في شركة الإنتاج الصحفيين العاملين في الإداءة الخاصة إذن هذا محفل مهني أساسي ومهم يتشكل من المهنيين الحقيقيين الممارسين فعلياً لمهنة الصحفة هذا المؤتمر ينعقل تحت الشعار مركزي ومهم وتحصين المهنة وحماية المهنيين وهذا الشعار يعكس انشغالة المهنيين من جهة ويعكس انشغالة المجتمع من جهة أخرى لأن قضية تحصين المهنة ليس الوسط المهني لوحده معنيا بها تحسين المهنة معني بها الوسط المهني ولكن أيضا المجتمع نعيش حالة انفلات نعيش حالة تسيب نعيش حالة لا ضبط أفرزت جيلا جديدا من الإشكاليات مهنة الصحافة في كثير من الأحيات تحولت إلى ملجأ للفرينة من مساحات البطالة والفراغ تحولت مهنة لمن لا مهنة لها وبالتالي لا بد من تحسين المهنة في إطار ضمان حرية الصحافة والمشر والتعبير هذا حق مشروع ويجب أن يشمل ويطال ويستفيد منه ويمارسه جميع المواطنين على حد سواء ولكننا نميز بين حق المواطن في أن يعبر عن رأيه وعن مواقفه وأن يشكل قناعته بالطرق التي يرتعيها مناسبة وبين مهنة الصحافة التي لا يمكن أن يمارسها إلا شخص مهني متمكن من أدوات إنتاج المحتوى الأهلامي لذلك نتحدث عن تحسين المهنة وحماية الصحفيين إحدى أهم الإشكالية أيضا الصحفيون يتعرضون إلى المدايقات يتعرضون إلى الاعتداءات لا توجد هناك ضمانة قانونية تحمي الصحفي فلذلك نطالب دوما بأن يقع في التنصيص على القانون كما هو الشأن بالنسبة للموظف أثناء الاعتداء عليه أثناء ممارسة مهامه وبالتالي لا يمكن أن الصحفي يكون بصدد أداء مهامه الوظيفية وأيضا الحماية لم تعد تقتصر على ما هو وقائي وعلى ما هو أمني بل الحماية هي حماية اجتماعية وبالتالي لا بد من توفير الظروف الاجتماعية والأوضاع المهنية المريحة التي تجعل الصحفي والصحفية في موقع مرتاح في موقع محميح يشعر فيه بالحماية لذلك أنتم تلاحظون أن الشعارة يعكس أهم انشغالتنا كمهنيين وأهم انشغالتنا كمجتمع بالصفة عامة أيضا المؤتمر سيتدرس مشاريع وثائق مهمة تم التحذير لها في إطار لجنة التحذيرية التي اشتغلت طيلة الشهور الماضية وهذه الوثائق تهم إشكالية كبيرة جدا إشكالية تأثيرات الدكاء الاصطناعي على المشهد الإعلامي الآن باستعمال الدكاء الاصطناعي لم نعد في حاجة أصلا إلى وسيلة إعلام ولا إلى صحفي ولا إلى أدوات إنتاج محتوى إعلامي الدكاء الاصطناعي هو ينتج المحتوى الذي يطلب منه بالشهد الذي يراده بالتالي هذا يشكل بقدر ما هو يفسحه أفاق جديدة أمام حرية الصحافة والنشر والتعبير ويطرح إشكالية حقيقية على مستقبل المهنة ومستقبل المشهد وعلى مستوى تأثير الإعلام وتأثيرات الإعلام على المستوى القانوني أيضاً وثيقة تتعلق باستشراف المستقبل ما هو الآتي؟ هل درسناه؟ هل فهمنا الحاضر التي نتمكن من استعاب المستقبل أن المستوى يتكافى؟ لذلك وقعت دراسة مهمة على هذا المستوى توصلت إلى خلاصات هذه الخلاصات تتعرض على المؤتمر أيضاً هناك مراجعة نقدية للبنية التنظيمية ولأساليب العمل النقابي ضاف النقابة للصحافة المغربية ولهذا المستوى تم تحضير مجموعة كبيرة من التعديلات أعتقد أننا سنكون أمام أشغال شاقة ومتعبة هذه الليلة وطيلة يوم غد ستفرز لنا إن شاء الله نتائج ستكون في مستوى تطلعات النقابة للصحافة المغربية وفي مستوى انتظارات الشعب المغربي من هذا الإطار التاريخي الذي تأسس منذ 60 سنة ونازال شامحاً كما أسسه الجيل الأول من الرواد ترجمة نانسي قنقر